خلافاً لما تنقلته وسائل إعلام محلية خلال اليومين الماضيين أجل مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عقد اليوم في دار رئاسة الوزراء إقرار الأسباب الموجبة لمشروع قانون ضريبة الدخل ووفقاً لمصادر عليمة فإن مشروع قانون ضريبة الدخل ما زال في طور النقاش داخل أروقة مجلس الوزراء والحوارات بشأن بنوده ما زالت مستمرة حيث من المرجح إقرار الأسباب الموجبة في الجلسة الأولى التي تلي عطلة عيد الأضحى المبارك وفي سياق آخر قرر مجلس الوزراء نقل وحدة مواجهة التطرف من وزارة الثقافة إلى رئاسة الوزراء لتوسيع نطاق عملها وتفعيل دورها لمواجهة أفكار التطرف وتشكيل لجنة وزرية لوضع آلية وخطة واضحة لعمل الوحدة خلال المرحلة المقبلة